معانا الاستاذ ناصر من الدي اهلية طيب عليك يا دكتور عام اهلا بقال الدي اهلية اهلا واسهلا استاذ ناصر ازاك الله كل خير عما حضرك بتقدمه واصلة البرنامج الله يعرض عنك ويبارك فيك ازاك الله علما وصلا ونورا يا رب انا وانتم يا رب ازاك الله ازاك الله استاذ الحضرتك بالنسبة لما يكون في جنازة والواحد يجي ينبي لأعزاء للسيدات هل يشير زمد زمد عدم جنوم اه يعني انت يعني في حد منع السيدات ان هي تحضر الجنازة اه ان ينبه ينبه في ازاك المسجد او ازاك المكرافون لا عزاء للسيدات اه لا عزاء مش لها جنازة لا عزاء ان السيدات ما بتعزيش اه اه هل اللي يقوم بكده اللي يقوم بكده اثناء الجنازة هو اللي قام بالامر ده يشير زمد اه انا اجاوب على حضرتك فيه سؤال تاني يا استاذ ناصر اه بعد ذلك حضرتك شمايتم الدكتور محمد قاسم المنسي ببارد الاسلام كل كل امر يجلبه ضررا انت هو حرام اجاوب على حضرتك كمان اه في بعض من الناس بتجاوز المخالفات اجاوب على حضرتك اجاوب على حضرتك فالستات جمعوا يعزوها في والدتها في ثلاثة ايام ده جائز ولا فيه اي شيء ده بالعكس الستات تحتاج الى مواساة اكثر من الرجال فاذا كان مقصود ان الستات ما تعزيش كمان الستات لو ما ومين هيعزي الستات ما هي لازم تروح تعزي تعزي جارتها وتعزي قريبتها بس الاساس ان نعزي بالاداب اداب ان احنا نصبر بعض ونواسي بعض هم المين اللي هيعمل الطعام اصنعوا لقالي جعفر طعاما فانهم اليوم ما فيه شغلة ما لازم كالستات تعمل كده فالستة تعزي اه الستة تعزي فلا عزاء للسيدات ما حدش يبتكر من ده لكن ايه اللي حاصل لما نجي نتكلم نتكلم على ان احنا نلتزم بالاداب باداب 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 نزول مصيبة الموت اللي هي الصبر وذكر ان الله سبحانه ان المتوفى انتقل الى دار اخرى وفي فضل الله وفي رحمة الله وفي كرم الله سبحانه وتعالى فما نأمنش كده فهو في ضيافة الله يبقى ايزا ده شيء مهم جدا 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 هو التذكير بالله والصبر وعدم الجزع وعدم جاع ان نكون عاونا للشيطان على اهل المتوفى طيب ده السؤال الاولاني السؤال التاني فما فيش حيسمها لا عزاء للسيدات يعني قد يكون ولاي عزاء للسيدات منصوب يعني مش هننصب شيء تعزل عايزة تعزل تعزل في بيته تعزل اهل المتوفية او اهل المتوفى في بيته ماشي ممكن ده لكن نفي العزاء عن السيدات لا احدث كلها مطلقة واحدث كلها عامة في كل في مسألة العزاء وان العزاء لمدة ثلاثة ايام ولم يقل يستثنى من ذلك النساء العمل كده العمل كده هو في الحقيقة عمل شيء قد يكون عمل شيء بيظن ان هو كده ان كان فعله بجهل يتوب الى الله سبحانه وتعالى وما يتكلمش مرة تانية ولا يفتي بغير علم ما يفتيش بغير علم اذا كان ده على سبيل الفتوى يتوب الى الله واستغفر ربنا اذا كان عمل كده فهو يعرف انه تصرف بجهل وان هذا غير صحيح السؤال التاني حضرتك سألتني عن مسألة ان الانسان لما بيكون اي ضرر في اي شيء بيحوله الى شيء حرام مسألة الضرر لابد ان يكون الضرر ده واقع فلا ضرر ولا ضرار فاذا كان المقصود ان اي شيء مضر يكونه حراما لكن في بعض الناس بيحوله اي شيء فيه مشقة او فيه شيء يزعج الانسان فبيعتبره كمان ايه هو حرام لكن المقصود هنا وكأن وكأن استاذ الفاضل عندما بيّن هذه مسألة وهي مسألة كل ما فيه ضرر فهو حرام يقصد دي لا ضرر ولا ضرار بان الشرع الشريف ماذا منع من الضرر لكن الضرر ده الممنوع والضرر المتحق او الضرر الذي يمكن الذي يمكن يقوع فيه مسألة مهمة جدا جدا فيه لا ضرر ضرر ما نخلطش ما بين الضرر والمشقة لا نخرط ما بين الضرر والمشقة فالعبادة فيها مشقة وترك المحرمات فيه مشقة وترك اشياء اللي ممكن تفضي بنا الى الوقوع في الفتن مشقة فمش معنى كده ان الاشياء اللي انا عاملها ويكون فيها مشقة تبقى كمان ايه حرام لا يبقى لابد ان احنا الامور تكون واضحة لا ضرر اي شيء اجلبه على نفسي يكون مضر فده ممنوع لكن فيه شيء تاني خالص وهو ما يسمى بماذا اني انا اتحمل اني انا ده شيء اتحمله وان كان في ظاهره فيه ضرر زي ان انا اتحمل دين عن واحد تبقى وفيه ضرر ان اموالي تقل اه لا ده ما اسموش ضرر ده ده اسمه ايه مشقة متحملة اسمه مشقة متحملة فارجو اني اكون وضحت اتحدثك الامر بجانبي نعم موسيقى